بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد أهلا بكم أبناء قلاب الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية اليوم معنا بإذن الله الدرس الثاني من الوحدة الثالثة في مجال الحديث الشريف بعنوان أصلي على رسول محمد صلى الله عليه وسلم هيا بنا أبنائي نبدأ الدرس هذا حوار بين مدير المدرسة أو مدرس يقول لأحد الطلاب أثناء الأذان ونحن نرى عبد الله يؤذي من غرفة الإذاعة حي على الصلاة يقول المدرس أو المدير للطالب استمع للأذان يا بني وقل كما يقول المؤذن ثم مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابي إذا سمعنا المؤزن قال الله أكبر تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم تقول الله أكبر خلف الأزال لا إله إلا الله في نهاية الأذان هذا هو الترديد الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للأذان ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من صيغ الصلاة عليه التي سنعرفها في هذا الدر كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أول شيء في الدرس أو المحور في الدرس يقول عبد الله يكلم والده في المسجد يقول قرأت قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نصلي عليه عبد الله قرأت 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 كم صيغة ثلاث صيغ صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو اللهم صلي وسلم عليه هذه صيغة الصلاة والسلام لكن أفضل صيغة يا أولاد هي الصيغة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة في التشهد في النهاية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونذكر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لن يصلي علي إذن في صفة ذميمة وسيئة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أو المسلم الذي إذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لم يصلي عليه قال عنه أنه البخيل صلى الله عليه وسلم طيب هل في أوقات يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا المحور الثاني بعد ما عرفنا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ الأوقات التي يستحب فيها الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر اسمه ويستحب الإكثار من الصلاة في هذين الوقتين إذن أول شيء عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على رسول الله عقب الأذان كما درسنا في التمهيد في أثناء أذان عبد الله ماذا قال المعلم للطالب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقولوا ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم اثنين في يوم الجمعة وليلتها ليلة الجمعة يا أولاد تكون يوم الخميس بالليل هذه اسم ليلة الجمعة من بعد المغرب لغاية الثاني يوم العصر أو المغرب تنتهي الجمعة ليلتها ويومها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا يا الله يعني اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة الله يصلي عليه عشرا وسنعرف كيف هذا إذن الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه الصلاة على النبي عقب الآذان الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها وفي هذا الوقت يصلي عليه عشرا هنا في نشاط أتذكر مع زملائي الأدعية المتضمنة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستعينا بالصور الآثية فلنحن بنذكر الصلاة على النبي أحباب عند دخول المسجد وعند الخروج من يحفظ منكم دعاء دخول المسجد والخروج يذكرنا بهذا الدعاء الجميل نعم عند دخول المسجد تقول بسم الله اللهم صلي على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمته صلينا على النبي في هذا الدعاء بعد البسملة وعند الخروج تقول بسم الله اللهم صلي على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك إذن من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند دخول المسجد وعند الخروج النشاط الثاني طبعا نردد هذا النشيد الجميل يا أولاد الذكر نون وجمال وهدى في حفظه حصن بني الإنسان والذكر كنز وسرور وتقى ورفعة في سلم الإيمان كلها أشياء طبعا مفيدة جدا إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أو إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ أجرا وتوابا عظيما المحور الثالث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هيا نعدد من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يناله من الفضل والأجل من صلى عليه صلاة واحد الفضل الأول نغفرة الذنوب والتخلص من الهموم اثنين يصلي الله عليه عشرا يصلي الله عليه عشرا ثلاثة حط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات ما هذا الأجل عظيم يا أولاد يغفر الذنوب وتتخلص من الهموم إذا كان عندك هم وأكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سنعرف ما معنى الصلاة الله على العبد تقول مريم هنا السؤال أمي ما معنى قال الرسول سلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عسرا هنا المعنى الذي نريد أن نعرفه تقول أم عبد الله أي أعطاه الله بتلك الصلاة الواحدة عشرا من الرحمة والرضوان والمغفرة يعني أي شيء سيأتيك من الله سبحانه وتعالى من حسنات أو رفع درجات أو رحمة أو رضوان سيكون أضعافه عشر إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا جميعا يا أولاد على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النشاط رقم باء وأحرص على تذكير نفسي وأسرتي كل يوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا مع أذكار الصباح والمساء يعني عند المغرب قبل المغرب تصلي على النبي عشرا بعد صلاة الفجر تصلي على النبي عشرا هكذا مذكور الأذكار يعني وتعددهم على يديك كما هو مرسوم في هذا النشاط اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد انتهى الدرس أحبادي ماذا تعلمنا في هذا الدرس رقم واحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا نين تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات منها يوم الجمعة وليلتها وبعد الأذى ثلاثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم إذن تعلمنا قيمة جميلة في هذا الدرس وهي حب الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعودنا حاول أن تكتب مظهرين من مظاهر هذه القيمة التي تظهر عليه يعني مثلا ممكن تكتب أصلي على النبي عند دخول المزيد عند الخروج أصلي على النبي في الصباح والمساء عشرا أو أي من هذه الأشياء التي تعلمناها من الدرس التمارين أو الأسئلة المعلم يسأل ونحن نجيب أكمل كتابة الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من مؤذن فقولوا مثل ما يقول من يكمل الحديث يا أحباب جملة صغيرة أحسنتم ثم صلوا علي يعني بعد الأذان تقول واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نعم ثم صلوا علي خدنا طبعا في حديث الشفاعة يا أحباب في الفصل الدراسي الأول بعد الأذان ماذا نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته هذا الذكر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قال هذا الذكر بعد الأذان حلت له شفاعة يعني تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه أيضا تنال عشرا من الدرجات كيف تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي وسلم عليه أي صيغة من هذه الصيغ تجوز وتعتبر من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هناك صفة ذميمة وسيئة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولن يصلي عليه فما هذه الصفة الجبان أم الضعيف أم البخيل نعم البخيل أحسنتم يا شباب بارك الله فيكم هنا لعبة ضريفة اكتشف كلمة السر اكتب ما تشير إلهي العبارات الآتية بنقل حروف المربعات المضللة مرتبة في الفرار أسفل الجدوى اسم رسولنا يعني هذا اسم رسولنا نكمل اسم الرسول في هذا الصف الأول ميم ما اسم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اسمه محمد بنضيف حرف الحا ميم حا ميم ثاني دال إذن محمد ماشي الجملة الثانية من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه فهو إيه نحن قلنا صفة إيه الجبان أم الضعيف أم البخيل البخيل شوف هنا جايب لك ألف لام وبعدين نحط هنا حرف البا وبعدين حرف الياء وبعدين حرف اللام إذن يكون إيه البخيل أحسنتم من الأوقات التي تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب نحن عقب كنا إيه عقب أه بعد ما تسمع الأذان أحسنت بعد ما تسمع الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم آخر جملة آخر جملة حتى نكتشف كلمة السر إن الله وملائكته ويصلون على على مين ترجع للآية في الدرس ستجد أن الآية تقول إن الله وملائكته ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وتكملتها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليم تعالوا اكتشف كلمة السر في الكلمات المظللة حب النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم شباب وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وانتهى الدرس بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإلى درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة